السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قررت اللجنة الأمنية بمدلس وزراء الإنقلاب برئاسة الببلاوي شطبة جمعية الإخوان المسلمين من سجل الجمعيات الأهلية المعتمدة بوزارة التضامن الاجتماعي وأكد بيان صادر عن حكومة الإنقلاب أن القرار جاء من منطلق حرص الحكومة الإنقلابية على إعلاء سيادة القانون وخلفها علامات كثيرة للتعجب والاستغراب وكانت محكمة مصرية قد أصدرت حكما بحضر جميع أنشطة جماعة الإخوان وجمعية الإخوان والتحفظ على ممتلكاتها والأرصد المنصفية للأشخاص المنتمين إليها بعد دعوة قدمها حزب التجمع وانتقدت جماعة الإخوان هذا الحكم واعتبرت أن وراءه دوافع سياسية فيما أصدرت هيئة مفوضي الدولة أمس تقريرا قضائيا يوصل محكمة الإدارية العليا بإصدار حكم بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين للتعليق على التطورات في مصر وسوريا والمنطقة العربية أموما معي في الستوديو الدكتور عزام التميم مرحبا بكم دكتور كيف تقرؤون هذا القرار بشأن التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين بعد آلة القمع نستخدم الآن آلة القرارات القضائية بسم الله الرحمن الرحيم خادنان رغم أن هذا الانقلاب هو ضد الشعب المصري بأسره بل وضد الربيع العربي وما يمثله من آثاق نهضة لهذه الأمة إلا أنه يستهدف بالدرجة الأولى لإخوان المسلمين وهناك أسباب لذلك الإخوان المسلمون في الساحة المصرية كما في بعض الساحات العربية الأخرى هم أكثر التنظيمات قدرة على تحريك الشارع هم أكثر التنظيمات قدرة على تحمل تبعات أن تقود الشارع صحيح أنهم لم يكونوا المبادرين بتورة 25 يناير التحقوا بها كما التحق بها كثيرون غيرهم إلا أنهم ما لبتوا أن أصبحوا الدينمو والمحرك والقائد والزعيم وما جرت انتخابات بعد ذلك إلا كانوا هم الفائزين فيها سواء كانت الانتخابات عبارة عن انتخابات مجلس الشعب أو انتخابات مجلس الشورى أو انتخابات الرئاسة أو كانت تصويتا على دستور بمعنى آخر أن هذه الحركة تتمتع بمصداقية تتمتع بشعبية بقبول الناس عليها ولذلك هؤلاء الانقلابيون يريدون أن يدمروها يريدون أن يشلوها شلا وذلك يوجهون لهذه الضربات المتتالية تارتا بشكل مضحك جدا مثل أن يأتوا بمجموعة من المتساقطين ويدعون أنهم شباب الإخوان الذين لم يقبلوا أو غير راضين عن مصار الحركة وأنهم يريدون أن يصحوا للحركة فكرها ومسيرها فكر ورجع وتارتا من خلال تحريمها وتجريمها وإغلاق المكاتب وإزلال الفتاوى بحقها هذا يدل على كم هي أهمية جماعة الإخوان المسلمين ولذلك يخطئ خطأا جسيما من يظن أنه يمكن أن يدافع عن الديمقراطية في مصر دون أن يدافع عن الإخوان المسلمين ودون أن يدافع عن دكتور محمد مرسي ودون أن يدافع عن الشرعية ودون أن يدافع عن جميع ضحايا هذا الانقلاب بمعنى آخر الإخوان المسلمون في مصر اليوم أصبحوا أيقونة أصبحوا رمز للنضال بغض النظر عما يفعله هؤلاء العسكريون ربما على المدى القصير سيتمكنون من منع الحركة من حصرها من تضييق عليها من ملاحقتها كما هم فاعلون الآن ولكن في الحقيقة على المدى المتوسط والبعيد هذه الحركة ستعود من جديد لتقود الشارع لأنها الأقدر في ظل ما هو متاح على ذلك هناك من يقولون أن الحركة ساهمت في ذلك أن أخطاء الإخوان هي التي أوصلتهم إلى هذا الموصل شوف كل الكلام عن أخطاء الإخوان هو كلام إما أنه غير مدروس وغير علمي أو أنه استياذ في المياه العكرة أنت عندما تكون لديك تجربة محدودة تجربة مثلا تجربة الدكتور محمد مرسي سنة واحدة وقبل ذلك بسنة والإخوان يعدون لهذه المرحلة من الذي يستطيع أن يثبت أن الاجتهادات التي اتخذها الإخوان في قلال هذين العامين كانت أخطاء وكانت سبب ما جرى من بعد هذا يحتاج إلى دراسة يحتاج إلى أن تتوفر لديك المعطيات كاملة ربما الأجال التي تأتي من بعدنا وربما من سيعدون رسائل الماجستير والدكتوراه في هذه التجربة سيضعون أيديهم على بعض القضايا بالتأكيد ولكن في الحقيقة أن ما من شيء يبرر هذا الانقلاب وأن الحديث عن أخطاء الإخوان هو يصب في صالح الإنقلابيين وكأنك تقول للإنقلابيين مبرر ما فعلتموه لأنه لو لا أخطاء الإخوان لما جرى ما جرى في زاوية أخرى البعض يقول هذا جزاؤكم أيها الإسلاميون الذين تؤمنون بمندسة الديمقراطية من أصحاب الفكر الإسلامي المتشدد انظروا إلى الديمقراطية وانظروا إلى فعلها وأيضا من يقول هذا الكلام يقول كلاما قاصرا وغير علمي نحن لدينا تجارب للإسلاميين عبر ستة عقود تتراوح ما بين من صمد وصبر رغم أنه علق على المشانك وغيب في السجون وظل متمسكا بالسلمية وبالإصلاح المرحلي والتدريجي وبين من انتهج العنف وحمل السلاح ولم يحارب فقط الأنظمة محليا أراد أن يحارب عالميا مثل تنظيم القاعدة أراد أن يحارب أمريكا وكل من هم أمريكا هل يمكن أن نقول أن هؤلاء نجحوا أيضا إذ أخفق الديمقراطيون الحكم على من يؤمن بالمسار الديمقراطي أنه أخفق هو حكم قاصر لأن الديمقراطية لم تعطى فرصة وأنا الحقيقة كنت أريد أن أتكلم في هذا الموضوع بتوسع أكثر عندما نتكلم عن سوريا لأن الذي فاجأني وفجعني الحقيقة عندما كنت في غازي عنتاب هذه المدينة التركية على الحدود السورية أعطي دورة تدريبية في التحليل السياسي لمجموعة من الشباب والشباب جاءوا من منطقة حلب فاجأني وفاجعني أن بعضهم وإن كانوا قلة الذين عبروا عن هذا الرأي لكن سمعت أنه منتشر في داخل القطر السوري يحملون الديمقراطية المسئولية عما يجري في المنطقة العربية وعما يجري في مصر وقيل لي قال لي بعض الناس بأن هذا الحص أو هذا الشعور تكرس بعد الانقلاب الذي حدث في مصر قلت عجبا يعني بدل أن نلوم الانقلابيين الذين انقضوا على الديمقراطية والذين عرقلوا المسار الديمقراطي أنا لوم الديمقراطية الديمقراطية يا جماعة مجموعة من الآليات وأنا ضربت لهم مثلا بسيطا جدا قلت لهم لو أنك استأجرت حافلة وتأكدت من أن هذه الحافلة شغالة ممتاز مية بالمية كهربتها وميكانيكيتها وفيها وقود يكفي واستأجرت لها سائقا ممتازا وحملت فيها ركابا عائلات مثلا يذهبون في رحلة إلى الريف واعترضهم في الطريق قاطع طريق فضربهم ودمر حافلتهم واعتدى على أعراضهم وممتلكاتهم أنا أقول إن الحافلة كانت خطأا الديمقراطية هي وسيلة من أجل تحقيق حكم رشيد فتسرع الناس إلى تحميل الديمقراطية والديمقراطيين الملامة هذا الحقيقة من الظلم والظلم الكبير وينقصه التروي والحكمة والعلم أيضا الأيام هذه نشهد احتفالات السادس من أكتوبر الذي هو عيد الجيش المصري بذكر انتصاره على الاحتلال الإسرائيلي في 1973 واستعادة سيناء والسويس ويتفاخر المصريون بهذا اليوم الذي حطم فيه الجيش المصري أسطورة جيش إسرائيل الذي لا يقر وقد حلت الذكرى هذا العام على خلاف العام الماضي مصر تشهد انقسامات سياسية حادة الجيش يخرج عن دائرة الإجماع الشعبي بعد أن نفذ انقلابا ضد أول رئيس مدني منتخب ويتورط في قتل الشعب المصري ويتحدث السيسي في كلمته في ذكرى الاحتفال ولا يشير حتى إلى شهداء الثورة الذي تحدث عنهم مرسي في نفس الذكرى في نفس المكان في العام الماضي شوف ستة أكتوبر أو العشر من رمضان الشيء النبيل والرائع فيه هو اختراق خط برليف وفيما عدا ذلك لم يكن انتصارا على الإطلاق والحقيقة أنه تم تجاوز كل المعلومات والحيثيات عندما ادعي بأنه كان نظرا عظيما لأنه تحول إلى هزيمة للأساس هو تحول إلى هزيمة الجنود المصريون الذين تمكنوا بشعار الله أكبر أن يخترقوا خط برليف هؤلاء فعلا يفتخروا بهم الشعب المصري تفتخروا بهم الأمة العربية والإسلامية أيضا أما أن حرب أكتوبر كانت حاجة عظيمة جدا في تاريخ مصر ضربة جوية التي ضربها حسن مبارك للأسف أنور السردات حولها إلى هزيمة وهزيمة شنعاء والآن لدينا من الوثائق ولدينا من البرامج الوثائقية وبالأمس أنا وأنا عائد إلى بريطانيا كنت أقرأ في الول سريت جيرنل تقريرا مفصلا عن ذلك كيف أن الإسرائيليين الذين فوجئوا في اليوم الأول ما لبثوا بعد ساعات أن حولوها إلى نصر لهم فالعقيقة هناك وهم كبير لكن أراد أنصار الديمقراطية في هذه المناسبة أن يستغلوها من أجل أن يقولوا للسيسي ومن معه لستم أنتم الذين صنعتم انتصار 6 أكتوبر على فرض أنه كان انتصارا إنما الذي صنعه هم الجنود الذين قدموا أرواحهم في ذلك الوقت وبعض القادة الشرفاء الذين فيما بعد التفى عليهم أنور السادات وحول نصرهم إلى هزيمة ولكن نحن رأينا بالأمس للأسف كيف ما الذي حدث السيسي ومن معه من انقلابيين حولوا المناسبة إلى هزؤ وإلى مهزلة أغاني واحتفالات في ميدان التحرير على جثث الناس ودمائهم وأشلائهم وعلى مقربة من ذلك يطلق الرصاص الحي على الذين يطالبون بالشرعية ويطالبون بحق الشعب المصري في الكرامة والحرية نعم طيب الآن حديث عن الشهداء يعني قارننا بين خطاب الرئيس مرسي وخطاب السيسي الرئيس مرسي كان في خطابه يتحدث عن الوفاء لدماء الشهداء بينما ركز السيسي في خطابه على الوفاء للدول التي تدعم هذا الانقلاب وقال أننا نموت قبل أن تتألموا أنا لا أود أن أدخل في مقارنة ما بين رجل عظيم مثل الدكتور محمد مرسي وسيشهد له التاريخ أنه من أعظم رجالات هذه الأمة إذ ثبت على العهد ولم يبدل تبديله غض النظر عما كان يمكن أن يؤول إليه مصيره وبينها هذا القزم السيسي المتسلق الخائن الغادر الذي قبل الرشاوة من الإمارات ومن السعودية ومن الكويت حتى ينقض على حلم الشعب المصري وحلم الأمة العربية بأسرها لا وجه للمقارنة على الإطلاق رجل دكتور مرسي كان رجل المرحلة كان رمزا من رموز النضال من أجل الحرية والكرامة للأمة بأسرها وهذا السيسي إنسان خسيس لا تتشرف مصر به ولا يتشرف به الشعب المصري الآن في مصر يقولون أن إصرار كل طرف على موقفه يدفع الأمور باتجاه المزيد من التأزيم المزيد من الدماء المزيد من العنف المزيد من التردي في الأوضاع الاقتصادية إلى أين نذهب في مصر؟ لا هذا كلام هذا تميع للحقيقة عندما نقول إصرار كل طرف على موقفه هناك ظالم ومظلوم هناك حق وهناك باطل أهل الحق إذ يسرون على حقهم فهم يفعلون النبيل وأهل الباطل حين يسرون على باطلهم فهم أهل شؤم وأهل تعاسى لا وجه للمقارنة أنا كما ذكرت لك عدت بالأمس وكنت في إسطنبول أحضر مؤتمرا اسمه إسطنبول World Forum منتدى إسطنبول العالمي وكان التركيز فيه بالدرجة الأولى على تداعيات ما جرى في مصر والحقيقة أن بعض الباحثين كانوا أعدوا مجموعة من الأوراق تعبالين عليها فيها مادة بحثية وعلمية رائعة تبين كيف أن الأمور وصلت إلى ما وصلت إليه هل تعرف يا أخي العزيز بأنه قبل فض رابع العدوية حتى قبل فض رابع العدوية بساعات قليلة كانت هناك مبادرات بالأول كان في مبادرة خليجية ثم كان هناك مبادرة أمريكية أوروبية الإخوان المسلمون الذين يعتبرون رأس الحرب في الدفاع عن الديمقراطية وعن الشرعية لم يرفضوا أي مبادرة بل قالوا فقدموا هذه المبادرات للإنقلابيين ولنسمع ما يقولون وكان الإنقلابيون في كل مرة يرفضون هذه المبادرات وما حصل فض اعتصامي رابعة والنهضة إلا لقتل أي فرصة في الوصول إلى تسوية كان فيه من المبادرات المطروحة والأمريكان والأوروبيون يبدو اقتنعوا بأن هذا الإنقلاب لا يحقق ما ادعى أنه يمكن أن يحققه خلال الفترة الزمنية المتاحة فقدموا بعد فشل المبادرة الخليجية قدموا مبادرة تقتضي بتكوين مجلس رئاسي انتقالي وإطلاق صراح المعتقلين وخضايا من هذا القبيل السيسي سارع إلى عمل عسكري ضد ضرابة العدوية والنهضة لأن لديه هدف واحد هو يريد أن يصبح فرعون مصر الجديد ولذلك يتوهم من يظن أن هذا الرجل ومن معه من بطانة انقلابية يمكن التفاهم معهم وأن تنظر إلى تصريحاتهم تصريحاتهم لا تبشروا ولا تنبئوا بأنهم يريدون أن يتفاهموا على شيء هم يريدون أن يدوسوا على الآخرين لكي يسودوهم بكافة المسميات لأنهم وجدوا أن السلطة وصلتهم بأرخص الأثمان وإن كان طبعا من وجهة نظر الشعب المصري لم يكن الثمن رخيصا الثمن كان دماء الآلاف من الأبرياء لكن السلسي دائما يصرح أنه لا يريد السلطة وهو لا يريد أن يكون رئيسا لمصر وكل هذه الزوبع على ترشيحه الآن هذه مطالب الجماهير لكن هو صرح أكثر مرة أننا لا يرغب قال لو خرجت الملايين إلى الشارع فلا أنزل للرئاسة نعم ذلك هو ديدن الطواغيت دائما في كل الأمم على فكرة يدعون أنهم زاهدون في السلطة وأن الأمة هي التي تريدهم لأن الأمة لا تكادوا تجدوا غيرهم نتذكر بشار الأسد كيف كان دائما 99.19 لأنه كان يدعى بأن الشعب السوري لا يجدوا عفوا مش بشار أبوه حافظ حافظ الأسد الادعاء كان أن الشعب السوري لا يجدوا غير حافظ من يحافظ على البلد ونفس الشيء في كل المستبدين الآخرين حسن مبارك لم يكن الشعب المصري يجد أفضل منه زين العبدين بن علي وقبله برقيبة هذا دايدا المستبدين يدعون أنهم يزهدون ولكن في الحقيقة هم الذين يهيئون الأمور لكي يستولوا على السلطة بل يقولون ما يؤكد ذلك أنهم سيتجهون للانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية هنا الإشكال لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية حقيقية إذا كان الدكتاتور يفصلها على مقاسه نحن كانت لدينا تجربة ديمقراطية كان لدينا مسار ديمقراطي وذلك أنا عندما أسمع بعض الشباب المتحمز الذي يقول في سبيل الديمقراطية يمكن أن ننسى الشرعية التي ديست بذبابات العسكر يمكن أن ننسى محمد مرسي خلص محمد مرسي أصبح جزء من الماضي يقولون والإخوان المسلمين طب هم يعني فصيل زيهم زي غيرهم ننسى الإخوان المسلمين مقابل أن ترجع من الديمقراطية إذا كانت الديمقراطية التي يراد لها أن ترجع هي الديمقراطية يستثنى منها من يمكن أن يفوز بثقة الشعب إذن هذه ليست الديمقراطية لا يمكن أن يكون هناك الديمقراطية بلا ديمقراطيين فكل الكلام هذا عن انتخابات وعن جولة جديدة وعن عهد جديد بقيادة السيسي إنما هو تكريس للطغيان وتكريس للإستبداد بس هذه التصريحات أصلا لتسيفي ليفني عندما سئلت عن المنطقة والتحولات في الربيع العربي فقالت أننا واثقون ممن سيحكم قال لها وإن فاز الإسلاميين قالت لن يفوزوا قال لها وإن فازوا جدلا قالت لن نسمح لهم أن يفوزوا لن نسمح لهم أن يحكموا أصلا طبعا الإسرائيليون فجعوا عندما حصل الربيع العربي لأن الربيع العربي لم يكن لصالحيهم الإسرائيليون فجعوا تارة أخرى عندما حاولوا أن يقنعوا الدكتور محمد مرسي أن يقيم علاقة التواصل مباشرة فيما بينه وبينهم ورفض ولذلك هم الآن أسعد الناس لكن رغم أنهم سعيدون بهذا الانقلاب الانقلاب لم ينجح الانقلاب لم يتكرس ولم يتلسخ أقدامه ولذلك لديهم ما يشغل بالهم تماما كما لدى الأمريكان ما يشغل بالهم وأيضا الأوروبيون لا يمكن أن يكون هناك ديمقراطية حقيقية ونحن جربنا ذلك في الجزائر وجربنا ذلك في فلسطين وجربناه الآن في مصر والآن هناك مخاض في تونس يريدون أن ينقضوا على الديمقراطية في تونس وهناك مشاكل في ليبيا لماذا؟ لأن هناك من يريد ديمقراطية بدون بعض العناصر يعني مثلا حندين صباحي كان يريد الديمقراطية عامر موسى كان يريد الديمقراطية البرادعي كان يريد الديمقراطية حزب أو جمهة الإنقاذ أو الوافد أيمن نور لسه شوية أهوى لديه نوع من الكرامة مقارنة بهم هؤلاء الذين تحالفوا مع الإنقلابيين يريدون ديمقراطية بلا الإخوان المسلمين ويريدون ديمقراطية بلا الإسلاميين الذين لا يستطيعون أن يفعيشوا معهم تفرزهم هم وتجعلهم يفوز حتى ننهي الملف المصري وننتقل الملفات الأخرى برأيكم كمراقب لما يجري في مصر كيف لنا من مخرج هل من حلول ذكية هل من حل ثالث يعني يبيض أسود القضية الآن بين الحق والباطل لا يوجد وسط يعني أنت الآن عندما يكون هناك مظلمة خذ مثلا ما حصل في جنوب أفريقيا في جنوب أفريقيا كانوا يقولون نفس الكلام أنه يا جماعة تعالوا نتفاهم أنتوا بالطالب بديمقراطية يتساوى فيها الأبيض والأسود ونحن نقول لكم أنه لا يمكن أن نتساوى الأبيض والأسود لأن الأبيض مكرم عند ربه على الأسود هكذا كانوا يقولون فنحن بإمكاننا أن ننشئ لكم ممالك خاصة بكم للسود تديرون شؤونهم واترحون من هذا الصداع ظل أصحاب الحراك الديمقراطي الذي يطالب بالمسوال والكرامة الإنسانية مصرا على مطالبه إلى تم الاتفاق على إلغاء الأبرتيد إلغاء التفرقة العنصرية تماما كما أننا في فلسطين نقول بأن المخرج والحل لفلسطين هو إنهاء الصهيونية نقول أنه في مصر لا يمكن أن يكون هناك مخرج إلا بالتراجع عن الإنقلاب التراجع عن الإنقلاب لا يعني بالضرورة أننا سنعود إلى الظروف التي كانت موجودة قبل الإنقلاب لكن لا يمكن أن تتفاهم مع هؤلاء قبل هذه النقطة تماما كما أن الأبرتيد أعلن نظاما عنصريا وتم التفاهم على إنهائه لا بد أن يتم التفاهم على أن ما جرى يوم 3 يوليو في مصر كان خطيئة في حق الشعب المصري ولا بد من التراجع عنه بعدين يتكلم بالتفاصيل بعدين يتكلم الناس في التفاصيل وأنا أرى أنه لا مخرجة ولا مسارة أمام الشعب المصري إلا أن يظل مصرا على ذلك منتهجا السلمية وسيلة للتعبير عنه من يدافعون عن روايتهم بأن المسألة ليست مسألة حق وباطل يرجعونك إلى الشارع يقول لو كان حق وباطل كما نقول لكانت هناك فئة قليلة مع الباطل وفئة كبيرة مع الباطل الآن في 30 إلى 40% مؤيدة إلى السيسي وعندما عملوا استطلاعات رأيه 60% قالوا بدنا رئيس مدني في 30% قالوا بدنا رئيس عسكري أول شيء في المظالم العدل والظلم ليس برفع الأصابع يعني لو كان عندنا مئة شخص و 98 من هؤلاء رفعوا أيديهم لصالح ظلم هل هذا الظلم يصبح مشروعا؟ لا يصبح مشروعا هناك قيم ثابتة لا يصوت عليها الذي يصوت عليه هو ما يتعدى القيم الثابتة نحن لدينا هنا مظلمة الشعب المصري اختار عدة مرات ولم يمكن من اختياره وجاء العسكر وتدخل وزينوا الأمور وكذبوا وافتروا وقد تكلمنا في ذلك كثيرا الآن صحيح أن كثير من الناس يلتبس عليهم الحق ويلتبس عليهم الباطل لذلك نحن دائما ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرزقنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه الحق فيما جرى أن هناك مظلمة هناك عدوان يرتكب وعلى رأس هذا العدوان السيسي وموله الإماراتيون والسعوديون والكويتيون هذه حقائق الآن مصر تدار في أبوظبي أبوظبي هي التي تدير أكبر أمة عربية أكبر دولة عربية تدار من إمارة حقيرة في الخليج العربي هذا لا يجوز أن يستمر ولا يقبل به الشعب المصري عندما يتوقف هذا ويعود الحق إلى نصابه يمكن بعدين أن نتكلم في التفاصيل يمكن بعدين أن نتكلم كيف يمكن أن يدير الناس شؤونهم لكن لا يجوز إقرار الظلم لا يجوز شرعنة الباطل ولذلك كل من يشارك ويقرر المشاركة في انتخابات في ظل الإنقلاب فهو يشرعن الباطل كل من يوافق على ديمقراطية على رأسها السيسي والانقلابيون هو يشرعن باطلهم ولكن قد يعني هذا أن تبقى خارج العملية السياسية للسنوات كما حدث مع جبهة الإنقاذ في الجزائر وغيرها بينما لو شاركت أنت مثلا وصوتت على الدستور ورفضت الدستور فأنت عطلت عليهم مسارهم لا هذا وهم هذا وهم لأنهم يريدونك أن تشارك ليس لكي يكون لك وجود أو ليكون لك صوت وإنما لتطفي مشروعية على باطلهم ولو شاركت جبهة الإنقاذ في العملية السياسية لتحولت إلى وسيلة من وسائل إضفاء المشروعية على نظام العسكر يعني فكرة العملية الديمقراطية التي تدعت في الجزائر بعد انقلاب 91-92 هل فعلا كانت عملية ديمقراطية؟ ظل العسكر هم الذين يحكمون وكل الفئات السياسية بما فيها حتى بعض الفئات الإسلامية التي شاركت في العملية السياسية في الجزائر أصبحت وقودا لهذه المعركة التي قادها العسكر ضد الشعب الجزائري وضد الديمقراطية لا ينبغي أن تنطلي علينا الأمور ترجمة نانسي قنقر